أكدت السفيرة الأمريكية في العراق آلينة رومانوسكي أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في إقليم كردستان العراق تشكل انتهاكا للسيادة البلاد ودعت المسؤولة إلى ضرورة توقف الهجمات مشيرة إلى أن تلك العمليات تدمر البنية التحتية وتعرض حياة المدنيين للخطر بدورها طالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري للهجمات المتكررة التي تنتهك سيادة العراق ولفتت إلى ضرورة أن تلجأ الدول المجاورة للعراق إلى ديبلوماسية في حل الأزمات بدلا من تأجيج التوتر هذا في وقت قالت في الخارجية الإيرانية أن التحركات الإيرانية في شمال العراق تهدف إلى حماية حدود إيران وأمن مواطنيها وتهمت الخارجية الإيرانية حكومة بغداد وإدارة إقليم كردستان العراق بالإخفاق في تنفيذ التزاماتهما بشأن منع التهديدات ضد إيران من المناطق العراقية كما شددت على ضرورة عدم السماح بأن يكون كردستان العراق موقعا لتصدير الأسلحة إلى الأراضي الإيرانية على حد تعبيرها هذا ودانت حكومة إقليم كردستان العراق الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على مناطق في الإقليم وأسفر عن مقتل شخص وقالت الحكومة في بيانها إن الانتهاكات الإيرانية المتكررة تمس سيادة العراق والإقليم وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية ولعلاقات حسن الجوار للمزيد ينضم إلينا من أربيل مرسلنا هيوة عزيز هيوة يعني تابعنا بيان لحكومة إقليم كردستان لوصف هذه اللجمات بأنها غير مبررة لكن ماذا عن الإجراءات أو الخطوات اللاحقة ما الذي يحدث الآن كيف من شأنه أن يؤثر على العلاقات مع المركز والعلاقات مع إيران اللي حملت إلى حد ما إقليم كردستان المسؤولية على أساس النباتة موقعا لتصدير الأسلحة باتجاه إيران يعني كما أشرت إيمان في البيان الذي صدر عن حكومة إقليم كردستان هناك إدانة واضحة لهذه العمليات العسكرية أو هذه العمليات الهجومية التي تسادف مواقع المعارضة بين الحين والآخر منذ أكتوبر الماضي هذه ثالث هاجمة تشن على مواقع المعارضة التي أخلت طبعا مواقعها واتجهت إلى مواقع أخرى بديلة ولكن سلطات الإقليم تنفي جملة وتفصيلا أن تكون هي مسؤولة عن أي عمليات عسكرية تحدث داخل الأراضي الإيرانية أو تنفي تماما تصدير أو تسرب السلاح من داخل أراضي إقليم كردستان باتجاه الأراضي الإيرانية بدليل أن هناك قوات إيرانية على الحدود تمنع تسلل حتى المهربين من تلك المناطق فكيف بانتقال أسلحة من داخل أراضي الإقليم باتجاه الأراضي الإيرانية إذن هي حجج من وجهة نظر السلطات هنا في الإقليم هي حجج غير مبررة وبالتالي لا تعطي الحق للجانب الإيراني بالاستمرار في استهداف أراضي إقليم كردستان دون مبررات أو دون مسوغات يعني معقولة المعارضة من طرفها أيضا تنفي القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وتقول إنها تدعم فقط المظاهرات الشعبية التي تنطلق في المدن الكردية وحسب نعم شكرا لك إذن من أربيل مرسل ناهي وعزيز على هذه المدخلة